بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مو ده لما بيجي يوم لتنين أنا ببقى ممسوط جداً ليه؟ يوم لتنين بالنسبالي وإحنا بنتكلم عن يلا نبني بحس إنه نفس بحس إن أنا عندي أمل عشان مستقبالنا وإحنا بنتكلم عن أولادنا وإحنا بنتكلم عن حياتنا وإحنا بنتكلم عن أغلى ما فينا عن مش بس اللي إحنا بالربي لكن كمان اللي بيربينا أولادنا كمان بيعملوا لنا عملية مهمة جداً جداً وهي عملية التسكية التربية إحنا كمان بنترب مع أولادنا يعني أنا لازم نشيل من فكرنا إن إحنا بس اللي برب أولادنا لأ كمان أولادنا بيربونا ودعتها على فكرة حاجة مش وحشة خالص لإن مسألة التربية هي اللي بتوصلنا إلى قولي تعالى ونفسنا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلحها من زكاه وعشان كده الحلقة بتاعت النهار ده مهمة أو في هذا السياق ده أولادنا أغلى ما عندنا أغلى حاجة في حياتنا وغاية أمانين إن إحنا نشوفهم نكحين وكثير من الناس بيقولوا إحنا غاية أماننا إن إحنا نشوفهم أحسن منا مبسوطين ومرتحين وما يعنوش المعاناة اللي إحنا عيشناها في حياتنا لكن بتحصل مشكلة كبيرة لما نجبر أولادنا على اختيارات معينة بنظنها إن دي التاريخ الأوحد والأفضل والأنسب لأولادنا إن هم يعيشوا ويبني حياتهم ومستقبلهم عليها هنا بيحصل بقى المشكلة إن إحنا بنعتبر أولادنا هم الفرصة التانية لنا ودي تبقى كارسة عارفين كارسة ليه؟ لأن ساعتها بنبني كل مواقفنا التربوية وكل مواقفنا اللي إحنا بنعيشها مع أولادنا على مخاوفنا وعلى مدوات الخزلان اللي حصل لنا لأن إحنا ما حقناش أحلام معينة فنشوف أولادنا إن هم الفرصة التانية في الحياة هم منشوفهمش أصلا يعني أولادنا ساعتنا ما بنشوفهمش وساعت بيبقى الدوافع اللي عندنا أهم دافع عندنا إن إحنا عايزينه بيبقوا أحسن مننا وكمان بيبقى الدافع الواضح اللي عندنا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وخلانا نعيش في أولادنا فيبقى عندنا فرصة تانية إن إحنا نحقق اللي إحنا ما حقنوش في أولادنا بس على فكرة ده طبعا كلام اللي واخدنا إليه النفس الأمره بالسوق ليه؟ خلينا أقولك حاجة أولادنا وخاصة بعد البلوغ ربنا لما كلفهم ما كلفناش إحنا ده كلفهم هم وأولادنا كمان وهم وصغيرين هما لهم رب زي ما إحنا لدينا رب وليهم شخصيات مستقلة زي ما إحنا لدينا شخصيات مستقلة أول ما بتدب الروح في الولد بيبقى له زمة يعني بقى بيبقى مستقل فلذلك ما ينفعش إن أنا أتعامل معاه على إن هو أنا فيبقى إبني كأنه ملكي فبعض الأباء الأباء طبعا نقصد دي الأباء والأمهات يعني بيجبروا أولادهم على اختيارات في مجال دراسي معين أو رياضي مثلا أو يجبروهم على نمط حياة معين أنت لازم تبقى هادي لازم تبقى راجل حرك كده فيجبرو ويفضل يضغط عليه يضغط عليه لغاية ما يتشكل ولد زي ما هو عايز كده بس دي مش الطريقة التربائية اللي اخترى حضرة النبي حضرة النبي ستنا مؤنس رضي الله عنه بعد سيدنا أنس رضي الله عنه لحضرة النبي عشان يتربى وهو صغير فيقول خدمته رسول الله عشرة سنين يعني هو يتعلم بالحاجة اللي بيعملوها دلوقتي اللي فكرة المعايشة لما حد يروح يتعلم مهنة معينة يتعلمها بالمعايشة فهي كانت بعت ابنها عشان يتربى على ايد حضرة النبي لبنى المعايشة فبيقول فلم يقل لي لشيء فعلته لي ما فعلته أو لشيء انتركته لي ما تركته يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أردش أن يخلي سيدنا أنس الكابي منه ما أردش يخليه صورة منه ويمين فينا ما يتمنيش أنه يبقى صورة من حضرة النبي ولكن شوف سيدنا أنس بيقول إيه فلم يقل لي لشي فعلت وليما فعلت وليما فعلت وليما تركت حتى فيما يخص تربية أولادنا على العبادات بعض أولادنا بيحسوا أنه لما أمهم بتضغط عليهم بتعمل إيه وبتزعق لهم دايما أنه لازم يلتزموا بالعبادة ولازم يحفظوا على حفظ القرآن ولازم يعمل وردوهم ولازم يصالوا الصلاة في أول وقتها إيه اللي بيحصل شوفنا الكلام ده الأولاد بالطق وخاصة لو أن هي بتتعامل معهم ففؤات كتير جدا جدا بيطلع التمرد وساعات بيكرهوا الأولاد العبادة هو بيحس أنه هو بيعمل كده علشانها هي مش عشان ربنا ولا عشان هو يبقى بيحب ربنا في إيه اللي يحصل ففي لحظة من اللحظات يقول لها ما لكيش دعوا بقى سبيني أنا وربنا وربنا سبحانه وتعالى أنا هتصرف مع ربنا بس هي ما بتبقاش فهمة إن هي إيه اللي حاصل إن هي ملقاش دخل ده هي فهمة إن هي هتتحسب عليه وإن هو كل حاجة لازم هي تكون متأكدة منها لإن هو في الآخر في ميزان حسناتها فهي لازم تتأكد من ده فبتفضل تتغف عليه وتفضل تفهم إن العبادات دي مش باب وصوله إلى الله سبحانه وتعالى تفضل تفهم إن العبادات دي رصيد رصيد في حسابها هي ورصيد في حسابه هو ومش مهم هو قلبه مع الله لا لا هو أهم حاجة إن هو يتحط في ميزان حسناتها أنت هتعبد ربنا وتتحط في ميزان حسناتي سواء أنت تعرف ربنا ومتعرفش ربنا تحب ربنا ومتحبش ربنا ما أنا مش هروح النار علشانك بيقولوا كده فيشايفة إن ابنها فرصة لرصيد حسنات جديد وإن ربنا متربس بيهم متربس بيهم يعني إيه لو ما عملوش كده مش هياخدوا الحسنات وهو كده ثوبها يضيع الأمر بيزداد سوق بقى لما الأباء بيستخدموا أدوات زي الإيه زي الوالدين الانتقادية الوالدين الانتقادية ده اللي هو طول الوقت يكسر في الولد ينتقد في الولد أنت عمرك ما بتعمل حاجة كويسة كده هو دي الوالدين أو يستخدمها اللي بتزاز العطفي يقول له يحرم الكلام بيني وبينك لو ما دخلتش في الكلية الفلانية أو ما تجوزتش فلانة أو ما تجوزتش فلان يا نهر ربي طب ليه اللي بتزاز العطفي ده لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم بتنظر إلى أجمل ما في الناس والدليل على ذلك تعالوا نشوف الدليل على ذلك إيه حاجة ممكن ما يلتفتش إليها لكاتين من الناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلقب أصحابه بيلقبهم بإيه بيلقبهم بألقاب بتعبر عن هويتهم وألقاب مش شبه بعضها سيدنا أبو بكر اسمه أبو بكر إيه الصديق فمثلت النوعية اللي بتخليه واضح مع الصحابة اللي إيه اللي حاصل إنه هو الصديق وحتى لما جيه في الحديث حديث الشريف صلى الله عليه وسلم قاله مثل أبو بكر كمثل إبراهيم وقعد يمثل الصحابة بالأنبياء لأن كل واحد فيه مميز عن التاني فكان بيضع ميزة نوعية لكل واحد فيهم مع أن مين في الصحابة ما كانش يتمنى إنه هو يبقى زي أي حاجة من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد فيهم ارتشف من كأس محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا أبو بكر الصديق وعندنا الفاروق عمر وعندنا الحقيقي عثمان وعندنا الفتى عليه لا فتى إلا عليه ولا سيفة إلا ذو الفقار إيه ده كل واحد كان ليه اسم وليه خصيصة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكد عليها دائما وكان يصف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أرأف أمتي أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح يبقى إيه لحاصة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي لكل واحد وصف يميزه عن الآخر وكأنه حضرة النبي بيبعث لين رسالة لأن حضرة النبي كان بيرب إذا كان حضرة النبي إحنا بنقول إنه كان بيرب الكبار وبنقول إن دولة أبناء الأبناء الذين تربوا في مدرسة الحب المحمدي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل إذا كان دولة طيب والصغيرين الصغيرين من باب أولى ولزيك أسوأ حاجة بتحصل لأولادنا لما نعتبرهم فرستنا التانية ونظن إن إحنا بنساعد بنساعدهم في ده بس اللي بيحصل إن هي بتنتمس هويتهم وفي أكتر من الأحيين يمروا بأزمات الهوية يبقى من أهم مظاهر أزمات الهوية ده إن هو في الحقيقة يبقى عصبي ومتمرد لإن هو في الحقيقة حاسس إن فيه حد حبسه وهو بيدور على هويته ومم بيقدرش يلاقيها فيبقى عندنا الرفض والأساس يجوا ويقول أولادنا منتو عارفين إن السن ده هو الرفض فيه الأساس عارفين الرفض فيه الأساس ليه؟ ويطلع بقى في كلام الأولاد كل المفروض مرفوض طب ليه؟ لأنه مش حاسس إن هو ده ما حد يستاعده إن هو يلاقي نفسه لأن إحنا محسسينهم إن هي دي الفرصة بتاعتنا فهم مش عايزين يبقوا إحنا هم عايزين يبقوا هم طب وده من حقهم؟ طبعا من حقهم لأنه ما يتحسبوا مع الله سبحانه وتعالى زي ما إحنا هنتحسب ومن حقهم إنه ما يجربوا طب وإحنا دورنا إيه في التربية؟ إن إحنا نساعدهم إن إحنا نقوم بأدوار تانية خالص هنتكلم عنها مش إن إحنا نجبرهم إنهم يكونوا في مكان معين يحسوا بإنهم مشتتين وفي اللحظة دي يرتكبوا حماقاتهم مفغنى عنها إنت لما بتركب أحلامك على شخصية أولادك بتخليهم يفقدوا السقة في نفسهم مش بس يفقدوا السقة في نفسهم يفقدوا السقة كمان في صدق نصحتك ليهم أنت عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه ابنك يحس إن انت مش بتنصحه علشانك كم من الناس المستمعين دلوقتي وكم من إنا إحنا بنشاهد بعض وإحنا قاعدين على هذه المندضة بنتكلم مع بعض عن أحوالنا كم من أولادنا جاء لنا إحنا انت مش بتعملوا ده علشاني انتوا بتعملوا الكلام ده علشانكم كتير من الأمهات بيحسوا الأولاد أن كل اللي هي بتعمله ده عشان ما تاخدش لقب أنا فشلت في تربيتكم فييجي الولد في بعض الأحيان يقولها خلاص اتبروا مني لأنه في الحقيقة عايز يعيش حياته عايز يجرب في حياة كتير للأولاد بيجربوها لأن احنا قعدنا نقول لهم أن احنا عمرنا ما كنا بنعمل ده عمرنا ما كنا بنعمل ده فهو عايز يقول لنا أنا مش زيكم فنخلي الأولاد يروحوا يعملوا حاجات لا هم مؤمنين بيها ولا بيحبوها مش بس عشان عند هو فاكر أنه هو هيلاقي نفسه الناحية التانية لأنه دول وقت طول وقت بنقول له انت هنا فهو بيقول له أنا مش حاسس أن أنا هنا أنا مش حاسس أن أنا زيك لأنه هو لما بيحاول يمارس أي شيء بيتتناسب مع شخصيته احنا بنحاول نمنعه فهو إيه اللي حاصل لو هو هيستمر على ده هيجيب قدرات منين لا هتبقى عنده قدرات لأنه مجربش ولا عنده مهارات ولا عنده أي معرفة لأن في الخالق أنا لو خبت عنه هو بيحس إنه ولا شيء فبيقرر إنه يبحث عن نفسه احنا عندنا أدوار بنعملها مع أولادنا معروف خمس أدوار بنعملها مع أولادنا الأدوار الخمسة اللي احنا بنعملها مع أولادنا هي دي الحاجة الصحيحة اللي ممكن نعملها مع أولادنا عشان نساعدهم غير كده يبقى احنا بنحاول نعجزهم ونشيخهم بدري بدري اول دور بنعمل مع اولادنا هو الدعم ان احنا ندعمهم ندعمهم يعني ايه هم هم ماشيين في طريقهم عشان تنفيذ معهم نقول لهم يلا توكلوا على الله او نساندهم لما يحسوا المسألة تقيل عليهم نساندهم نعمل ايه مش نشيل معهم نقول لهم انتوا قادرين واحنا في ظهركم فتتولد عندهم مهمة فيشوفوا نفسهم وما قادرين ان هم يعملوا ده بنرشدهم كمان نقول لهم لو اخترتوا ده ممكن تجربوا ده لما هم يجوا يسألونا نتحولهم الى مستشار ونشغلهم يعني ايه ونشغلهم ان يقدم لهم فرص واطرحات ومجالات جديدة في اللي احنا جربناها وممكن هم يجربوها يجربوها مش ان ده وتوى الطريق الوحيد وما فيش معنى لو انهم يسألونا نجاوبهم فياخدوا مننا معرفة ويتعلموا دي الخمس ادوار اللي احنا بنعملها طب نعمل ايه بقى عشان نمارس الخمس ادوار دولة ونتحول مع اولادنا الى مربين حقيقيين مش الى ملاك لأولادنا ممكن نبطل فكرة ان ابنك ده بتاعك ولا ابنك ده ملكك ابنك مش بتاعك ابنك منسوب اليك اه بس هو مش ملكك ابنك ملك الله ابنك عبد لله زي ما انت عبد لله ابنك مش فرصتك التانية عارف ليه لان فرصتك ما انتهتش يا سيدي فلزاك انا هبتدي معاك اول حاجة انت فرصتك ما انتهتش يبقى احنا محتاجين نجرب تلات مهارات عشان نستطيع ان احنا نعمل ده مع اولادنا اول مهارة اسمها مهارة الحضور فيه كتير من الناس بتستخدم دايما تتكلم عن مهارة التواصل انا عندي مهارة تانية اسمها مهارة الحضور انك تكون حاضر مع اولادك مركز عارف اولادك عارف اولادك يعني ايه او في حد ما عرفش اولاده اه اه ناس كتير ما تعرفش اولادك ملاحظ اولادك ملاحظ التطور في شخصيتهم ملاحظ المشكلات في شخصيتهم حتى لو انت مش قدر تحلها بس تبقى عارفها بتوصلوه مقدة انت بتحبوهم بالافعال وبالكلام بكل اللي بيحتاج ان هو يعرف ان هو يوصلو حاضر معاه لما هو بيتكلم هو فاق انت فاهمه لما يحب ان انت حد يشاركه في حاجة ممكن تكون انت اول حد بتشاركه لما بيحتاج لدعم انت بتكون حاضر ودي مهارة في الحقيقة مش هتحصل بالتفكير دع تحصل بالحضور يعني بالحياة بالمعايشة لازم تعيشوا اولادك وعلى فكرة ده مش بيحتاج منكم وقت طويل بس يحتاج منكم ادارة وارادة لازم يبقى عندك ارادة ان انت تعمل ده وادارة للوقت بتاعك تاني حاجة احنا بيحتاج ان يبقى عندنا تواصل ودود رحيم مع اولادنا يعني ايه تواصل ودود رحيم تواصل في حالة من الحالات الاستمرار في التواصل مش انا استمررت عليه لغاية ما هو عارف ان انا جنبه وخلاص وخلصنا على كده لا تستمر عشان تتعرف على اولادك وتعامل معهم بحقيقتهم مش بالصورة اللي انت رسمها لهم وده معناه ان انت لازم تعمل ايه؟ لازم تتبع التلات وصول اللي احنا قلناهم في الايه؟ في المسألة التواصل ان انت تفهمهم زي حقيقتهم وتتفهمهم تحرف دوافهم وتالت حاجة تتفهمهم لما تختلفوا ايه ده هو اولاد ممكن يختلفوا معي؟ اكيد ممكن يختلفوا معاك تتفهمهم يعني ايه تتفهمهم؟ توصلوا لقدر مشترك ايه رأيك؟ ما نعملش الحاجة دي ويا سيدي اعمل الحاجة التانية دي و لذلك ايه اللي حاصل؟ لازم بشكل واضح نعمل حاجة اسمها مهارة اسمها طول النفس يا سادة ما عيب اولا ما احنا نكون عندنا طول نفس في الشغل طول نفس مع الناس كلها نسمعهم ونتحملهم ونقدم لهم حاجة عشان احنا خايفين لو انا سبت واحد يروح ينتحر ولا لو سبت واحد يروح يضر نفسه يا سيدي ما فيش مشكلة طول نفسك مع اولادك طول نفسك مع اولادك لما اطول نفسك مع اولادك طول النفس مش صبر بس طول النفس صبر ومصابرة واتساع اولادك لما يحسوا ان انت واسع عيفرحوا ويتهنوا بوجودك معهم التارة مهارات دي لازم نمارسهم ونتدرب عليهم الحضور لازم عندنا حضور وتواصل رحيم وكمان لازم عندنا بشكل واضح طولة بال وطولة نفس لما يكون معاك ده مش محتاج انها تحس ان اولادك فرصة تانية لان انت هتبقى عندك فرص كتيرة ممكن تعيشها اكتر من الفرصة اللي انت كنت حاسسها اللي ضعت منك يا سيدة ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا وفي اولادنا وجعلنا دايما في الراحة والسعادة والتوفيق والسداد يا سادة كل الخير والراحة والنعمة تكون حصلانا ان شاء الله ونجاوب على اسئلتكم ونلتقي بيكم بعد الفاصل عشان نكمل كلامنا ونكون مع بعض ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم من بركة وكمان تفضل جسر مفتوح بنا ويوصلنا الى حضرة مولانا سبحانه وتعالى عسى ان يذكرنا في الملأ الاعلى سبحانه وتعالى ومعانا اول سؤال النهاردة استاذة نجلاء استاذة نجلاء من القائرة تفضل السلام عليكم يا شيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا شيف هتقالك سؤالك بلا عليك اسمعني معلش ممكن نعلي صوتنا استاذة نجلاء انا زوجة تانية زوجة تانية زوجة تانية ومعها اولاد تمام الولاد ولاد زوجتي الاولانية دي قريبين مأمين جدا شباب هم مجبار فيهم حد ما يتجوز كمان طيب فالولاد قريبين مني وبييجوا بيروفوا عندي وبيودوا بناتي وكل حاجة انا معايا بنتين اجبر بنت عندها عشر سنين معاك بنتين من من زوجك ده ولا من زوجك ولا من جوازك تمام فالمهم ايه طبعا مجي الولاد عندي وودينا اخواتهم هي الزوجة الاولانية مش عايزة كبيرة مش عايزة ان الولاد يبوا قريبين على اخواتهم ولا يجوا ولا يروح تمام فالمهم عملت مشكلة مع حد من ولادها الكبير متجوز ومخلف هو كمان عملت معا مشكلة وقطعت وقالها اكتر منهم والله يا شيخ اقسمت برب العزو والله والله ان انا كنت باعلة حيل على الولد عشان خطر يوفل ممت عشان يودها عشان ما ينفع عشان ده حرار مهما تهمل يا امه تمام فالمهم جاز وجي لما زاني كتر عليه جاز وجي راح مسك البنات الصغيرة ولادي وقال لهم لو اخوكم ده جاهنا على الباب قلولوا ايه شي مجيش عندنا اللي لما طروف لاخواتي التانيين قالوا انا سمع كويس بس انا عايز السؤال بقى عايز السؤال بقى السؤال جاي يا حضرتك طبعا لما قال لي للبنات كنا انا عملك معا مشكلة قلتهم ده ازاي بتؤمر بسنة طراحي ما بتقول لي للبنات كده ودول اقفال ما عارفوش الكلام ده ما يمتعش نزرع غوام حاجة زي كده كالمهم قال اللي لانا قلوه الاختناد في زي تمام واجبرني ما اتصر على الولد واقول له ما تجيش عندي ولا تشوف بناتي تمام طبعا انا عملت كل اللي هو عايزه بس انا بينه وبين ربنا انا شايت انه ده حرام البنات ببعتهم لاخوهم هو في شغله ببعتهم لاخوهم في البيت عنده يشوفوهم كل ادي جوكوا بعض كل ادي تمام هو الولد هنا جنبين في نفس المنطقة الولد كل ادي يا ماما كل ادي لا اقف الاسبوع المرة يا شيخ كل اسبوع ببعتهم مرة طبعا ما ببعتش لما الولد يتصل ويقول لي ويقول لي امو رفايدة ما عليش يبعث لي رفايدة ولا رتال عشان طب فين بس طب السؤال فين بقى السؤال في اننا انا بعمل الحاجة دي وخايفة لحسن تكون حرام واني حياة تانية خايفة لهو يعرف ويبهديرني ولو عرف بحاجة زي كده هيبهديرني لان هو قال لي لان اقوله لت نفسي حرام حلال تنفسي طب ازاي انا هعمل حرام ازاي هقطع صلط راح يا سنتي خلاص يعني هو ده سؤال حضرتك ده سؤال حضرتك بزرعة بالضبط اننا اننا باب اللي بعمله حرام اللي حلال شايفة اننا بعت الولاد من وراه واننا ببعض لقوا حاجة زي كده ان الولاد يقاط لكم بقول اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك بس ازاي ناجلاء طبعا الكلام اللي انت بتقوليه ده مسألة ان الاولاد ما يبقوش بعادة عن بعض وان هو في الحقيقة معنى نبيل جدا ان الاولاد يبضلوا مع بعض بس هو في الحقيقة زوج حضرتك واضح ان هو يسبب لك الكلام اللي انت بتعمليه ده تسبب لك في ضرر انت ليس عليك اسم خالص انت بتقولي انا ببعت الاولاد عشان ما يبقاش عليك اسم انت معلكش اسم اصلا انت قاعدة في فيتك وانت ما منعتيش الاولاد عشان بس نضع كل حاجة في نصابها انت سألتيني سؤال واضح هل انت عليك اسم ان الاولاد ما يروحوش لاخوهم لا طيب هل انت كده منع سلة الرحم لان انت بتركب الحاجات غلط عشان بس ايه انت عايزة تعملي حاجة وانت اصلا الاولاد دولة اللي هو اولادك دولة ده عبارة عن صراع بينك وبين جوزك يعني مسألة مش مسألة سلة الرحم اهدي بالك انا عارف ان انت يا تقلقي من اللي بقولك ده مش مسألة سلة الرحم انت اللي بتعمليه ده اعتراض على استجابة زوجك لكلام الزوجة الاخرى وان هو هي انت عايزة تفهمي ان الست دي بتخلي قلبه قاسي وبتوقعه في معصية الله عشان تعرفي في الفرق اللي بينكم على فكرة وده مش بالضرورة يكون حاجة حرام بس انك انت تيجي تقوليلي ان انا ما ببوديش الاولاد لاخوهم هل ده حرام علي لا مش حرام عليك واذا كان حد هيتحمل الاسم ده فابوهم السؤال بقى هل واجب على الاولاد ان هم يزوروا اخوهم فيكون ابوهم بمنعوهم عن زيارتهم لاخوهم بانتكب لاسم لو هو ما ودهمش طول العمر او ما ودهمش كل شهر ممكن يكون ده الامر ده كده لكن انت ما عليكش اسم اعيد الكلام تاني انت ما منعتيش حد من انه هو يوصل رحمه الامر التاني انت نصحت لحضراتك انت مندخله في حاجة انت قد لا تكون على معرفة بابعادها انت كده بتعملي ايه بتعملي حاجة خطر خلينا اقولك بس في عالم ارشاد الزواجي بتعملي حاجة خطر انت بتدعمي علاقتك بابن جوزك ظنن منك ان انت كده بتدعمي علاقتك بزوجك لا في الوقت ده خطر اللي انت بتعمليه ده في الوقت ده خطر ليه ليه اني ممكن العلاقة بتاعت ابن جوزك وزوجك في الوقت ده تبقى علاقة مفسدة للعلاقة بينك وبين جوزك فالزي كانت نصحتي ليكي بلاش بلاش تعملي ده طب ايه اللي حاصل انصحي ابن جوزك انه هو يعمل ايه يخفض جناحه شوية لابوه ويلين لابوه امه حتى لو بتنصحي استمر في النصيحة دي وقد يكون عدم رؤيته لاخواته سبب من اسباب ان قلبه انه هو يصلح ذات البين بينه وبين ابوه يبقى انا قلتلك حاجتين انت معلكيش اسم الامر التاني تعملي ايه تعملي ايه تضغطي على ابن جوزك انه هو يصالح ابوه امه هو دوت الصح واضح وهو دوت اللي ممكن يخليكي تحصل الثواب وتحصل ان شاء الله فضل ربنا ان شاء الله واستاذ مجد من الاليوبية يتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سامحك في سؤالين اقولك اول سؤال اتفضل اول سؤال اه بالوقتي بنتي انا كنتم مجوزها من حوالي عشر سنين وبعدين وكتش موافق على زوجها دوت طيب وامها وهي كان موافقين انا كنتهم على كلام هم راضيين سنها كان كام اه طبعا دلوقتي هي مخلفة اتنين طيب والسوقها وحش ويهي تاني والسوقها وحش وبيشتمها باهلها وهي صبرة سبرد 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 واخيرا عرفتنا فهي دلوقتي مصممة اللي هي سيبه واحنا برضو رغم اللي هو عمل معايا حاجات وحشة في الاول وهي وهي عجيت وتجوزته ما رجيتش يستعمل معايا الاسوب دوت ايه جوزته سنها يا حاج مجدي حاج مجدي نعم جوزته يا سنها كام ايه جوزته سنها كام مش سمحت مستمحت ايطا ما انا كمان مستمحت ايطا انا بحاول اكتقد ان انا اسمعت يا حاج مجدي بقولك انت انت جوزته وهي عندها سنها كان كام لما جوزتها اه انت لما جوزتها كان سنها كام يا حاج مجدي كان سنها كام اه كان سنها حواري عشرين سنة طيب هي دلوقتي متجوزة بقالها كام سنة جلادي عشر سنين يبقى هي بقالها عشر سنين وجوزها انت بتقول ان هو بيقول لا بيشتمها وبيضربها وحش وبيشتمها وبيضربها حتى العيال بيدربهم بيش ايد وبحش وهي دلوقتي عايزة تسيبه مش عايزة تكمل معاه اه طيب قولهم يجون على مركز الرشاد الزواج في دار الافتة الكلام اللي على الطاير ده ما ينفعش في مسائل الطلاق الطلاق ده حاجة فيها ضرر بالغ وضرر عميق جدا على كل اطراف الاسرة احنا عندنا بالزبط فيه خمس افراد خمس خمس مكونات بتتضرر من الطلاق الزوج الزوجة الاولاد اسرتين المنشأ فقرار الطلاق ده مش قرار وديكي دي سأل الشيخ فيقولك ايه وبعض الناس يقولوا كده بدل ضرابها طلاقها او بدل هي متضايق او خلاص ما يجوز لها ان هي تتطلق لا احنا عندنا اجراءات بنعملها قبل الطلاق ما الفوضى الطلاق دي هي لوصلتنا لهذا الحال ما جايز بنتك كمان معرفتش تديل العلاقة مش معنا كده ان احنا موافقين على الضرب الضرب جريمة الضرب جريمة وكبيرة فالضرب حرام والسب حرام ولكن في اسلوب العلاج المشكلات اللي زي دي فخليهم يتفضلوا على مركز الارشاد الزواجي بدل الافتاة مصير ونحل ان شاء الله المسألة دي استاذة نادة من جليزة تتفضل استاذة نادة كريمة استاذة نادة سمعاني ايوان اتفضل يا استاذة نادة حضرتك انا اخويا كان عنده ورث اخويا كان عنده ورث فالمهم ادانا يعني حاجة فبعد كده ما بقاش يكلم اجا سلم عليه ما برضاش اجا سلم عليه ما برضاش يسلم علي اعمل ايه حضرتك هو دلوقتي انت فاكراه ان هو ما بقاش يكلمك عشان انت خدت ورثك كان عايزك تسيب ورثك يعني هو حضرتك ما اداناش الورث يدانا حاجة من الورث اه يعني انت شايفة ان هو ما بيكلمكيش عشان يتهرب ان هو يديكي بقيت الورث مثلا اه اه يعني اداني اداني جزء من الورث وقلنا عشان ما صلت الرحم وكده ما 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 ديتش ارس عليه وكنا عنده اشتكين ما ادناش اشتكين طيب انت سؤالك فين السؤالك دلوقتي انت ممكن تسأل السؤال اللي انا بيعني لو فيه حالة وفاة ولا حاجة في المنوفية ما بيكلمنيش طيب انا انا ممكن تسأليني عن ثلاث حاجات وانا اجاوبك عن ثلاث حاجات تسأليني هو اللي عاب يعمله ده حلاله اللي حرام وانا اعمل ايه واتواصل معه ولا لا صح اه جريت اجاوب حضرتك عن ثلاث اسئلة اول حاجة اللي بيعمله ده حرام ده اكل اموال الناس بالباطل انه هو ما يديكيش مراسك ودهت من المصائب اللي موجودة في المجتمع ولازم نتركها لان ده حرام ولا يجوش شرعا ده اكل اموال الناس بالباطل ليس معنى ان ده مراس ان انا ليه نصيب فيه فخلاص هي من العشحة لان هي بنت لا ده نصيبها والمال اللي عندك ده ده حرام عليك ولابد ان انت تردهوله وتدهوله وحرام عليك ان انت تحتبسه طيب الحياة التانية انت تتواصل معه ولا لا استمر في التواصل لان حضرت النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت راح مواصله بتقول لي اعمل ايه انت في وسط الكلام كده قلت لي انا مرضيتش ارفع قضية لو كان لا سبيل لك ان تحصل على حقك وانت محتاجة ده يعني ما ينفعش ان واحد يبع عنده حق وقدر يوصله حتى لو بالقضاء يروح يتسلف وهو لي حق عايزة تسامحي اهل ونسهل بس انت لو بتسأليني هل اذا انا فعلت هذا اكون قاسمة لا ليه طيب لان ده حقك وفي بعض الاحيين انت لما بتعملي كده هو من نفسه بيروح جاي وجاي بالحق ده ويدهولك فلذلك حقك وحصولي عليه ولو حصلت عليه مش هتكوني اثمة استاذة فاطمة تفضل ساعة عليك عليكم السلام عليكاته استاذة فاطمة تفضلي بس يا دكتور انا عندي مشكلة كبيرة جدا ومش عارف اعمل فيها ايه عندي جوزي مخامي كل شوية مزويد كل شهرين يروح يتجوز كل شهرين يروح يتجوز وانت بتعرفه او بتعرفيش وهذا كلمه بقاني ده شغل ده شغل بيك ملكيش ده وانت ملكيش عندي انا مسرافك ولو اثرت في مسرافك تقدرني انت في الكلام لغير كده ما تتكلميش ملكيش عندي سقوة تانية وبتجوز بيتجوز جواز صحيح يعني كامل الاركان ولا جواز كده زي الجواز اللي بيتكلموا عنه الايام دي بيتجوز جواز كامل اركان اه اتنين شهاد وكل حاجة وكل كامل قام له هو بس يروح يعمل ايه يجيب شقة ويجيب ويجيب اتنموا عن طريق ويتفع معها من احنا عن الجواز بس عرسي اه طيب عرسي بجوز انها يا ايالم اهلو الا اهلوها لا ايه مجرد ساعة نتقابل فيها من السؤال بقى ساعة في اليوم كله وقوم روح يروحي لفتو الايام فين السؤال يا استاذة السؤال بالوقتي انا اعمل ايه معيه هل ده لريد نفتي ولا هل ده امي القربية ولا هل ده اميه 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 ربينا ولا ايه انا انا مش عارفة اعمل معاه خالص طيب انا بس اسألك سؤال السؤال ده منوش دعو بالملامة خالص منوش دعو والله بالملامة انا اسألك سؤاله منوش دعو بالملامة هل انت ما كنتش عارفة ده قبل الجواز والله والله العظيم كملات طيب يا سيدي بس انا خلاص خلاص لاحسن كده خلاص احنا خلاص احنا قربنا 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 اقرب يطير بجناحات خليني بس اقولك حاجة حاجة فقط انا اقولك شوية حاجات شوية حاجات ده بس اول حاجة ده بتسأليني اعمل ايه معاها اول حاجة واضح كما هو واضح عندي ان هو ما وصلتلوش رسالة واضحة رسالة واضحة بانك انت رفضة ده يعني انا بقولك اهو هو دلوقتي بيقولك ايه بيقولك كلام واضح هو شايف ان انت حريصة على الاسرة وحريصة على كذا انت لازم تحددي تعالي نحدد مع بعض دلوقتي انت ايه اللي مدايقك في هذا الامر انا دلوقتي مش ببرر له زيجاته اللي ملايقاش حصري دي اللي هي في الحقيقة لا تمي الا عن ادمان اللاز انا طبعا مش عايز اتكلم عشان انا بعد كده اقول لكم تعالونا على رشاد الزواجي بدل ما هو ياخد على خطره ما يجيش بس هو في الحقيقة في مشكلة اساسية انه هو ما وصلوش رسالة واضحة ان انت رفضة ده سامحيني واضح انه هو حاسس ان انت يعني لما يضغط عليك هتكملي وانا مش قصدي ان انت لكن انا قصدي ان انت تسألي نفسك هو انا مشكلتي ان هو لما بيتجوز ان صورته صورته انمحت وبقت صورته وحشة في عيني فانا مش حسان ان هو رجلي ومش حسان ان هو مالي عيني فانت في الحقيقة عايزاه يسترد ثقتك مرة تانية ولا هو لما بيعمل كده انت بتحسي بطعن فوق نستك ولا هو لما بيعمل كده انت بتحسي بغدر وخيانة انت بتحسي باي لان على فكرة كل حاجة من ديلي حل يعني اذا كان هو واضح ان هو دلوقتي ما بيتجوز من وراك ده هو بيقولك كده وانت لما بتعرفه هو الرجل بيقولك كل حاجة لدرجة ان انت عارفه هو بيعمل ايه في تجهزات الجواز فالحاصل دلوقتي انت لازم تعرفي انت في رفضة دي ايه اللي بقولهولك ده لان احنا هنقرر بقى احنا لو كنا بنقول لا انا حياتي ما تنفعش مع زوج في الحقيقة هو من زوج كامل والله انا في الحقيقة انا حالتي دي حالة تعرضني للفتنة لا والله انا حالتي دي ممكن حالتي دي تكون انا اسف يعني مش بس اتعرضني للفتنة انا حالتي دي حالة انسان بيدمر انا حاسة ان انا طول الوقت بيتكسر انا حاسة ان بعد كده مش هيفضل حاجة عشان للي ولا الاولادي من نفسيتي انا لأ انا حاسة ان الشخص ده بقيت ما بحبوش مش عايزاء بقى انا وهو تحت سقف واحد كل الكلام ده ممكن وارد بس ده مش هيتعايف غير لما نجلس السؤال بقى هو زوج حددك عايز يطور من ده ولا لا واضح ان هو رافض ان هو بيغير حاجة وده جزء ابوعد تاني لازم يكون في مسألة الاستشارة رأيي ان انت لازم تتغطي وتعملي وقفة تجيبي ناس حكماء من الاسرتين وتعملي وقفة الوقفة دي بتتبني على ثلاث حاجات سمعة البيت ده وسمعة الاولاد انت حضرتك مش عبارة عن اي تي ام مش عبارة عن صراف مال الامر التالت حقوق الزوجة مش بس فلوس ومش فراش حقوق الزوجة حياة كاملة وانا حياتي ناقصة التالت حاجات دي تبقى في جلسة الكلام وجلسة الوقفة انا بسميها جلسة دي الوقوف واخد الموقف بس قبل ما تعملي ده نازم زي ما قلتلك تعملي الحاكتين دي تعرفي انت عايزة ايه عشان لما تجلسي هم هايسألك السؤال ده تعرفت جاوبي وفي نفس الوقت تستطيعي ان انتوا تيجوا انتوا الاثنين على مركز الارشاد الزواجي بدر الافتالي المصرية لان المسألة ما تنفعش فقط ان احنا نتكلم فيها من طرف واحد لازم فيها طرفين استاذ رانيا استاذ رانيا تفضلي استاذ رانيا طيب يا سادة انا عايز اقول لكم حاجة قبل ما اختم مشاكلنا الزواجية والحاجات اللي فيها الاستشارات بقت شويتين تلاتة فيها سنة بواخ فيها سنة واجع سنة توحش سنة انانية احنا باقينا في قضية الزواج عندنا انانية وتوحش مش انانية بس فيه توحش فيه ناس بيدوس على رأب بعض بطريقة في الحقيقة انا قاعد من زمان شغلتي ان انا اشتغل في الارشاد الزواجي بس انا شايف ان احنا دلوقتي فيه كثير من الازواج والزوجات وصلوا الى درجة التوحش بيدوسوا على رأب بعض وبيدوسوا على رأب الاولاد كمان وده وتمرديش ربنا الحالة اللي احنا فيها دي حالة والعاذ بالله الناس بيتكبوا فيها كبيرة الظلم من اقرب طريق يزلموا نفسهم يزلموا الاولاد يزلموا زوجاتهم بادفع الاسباب الفردانية بقت طفحة انا اشعر بان الناس بقوا فردانيين لدرجة تزكم الانوف لو فضلنا على كده مش هيكون الحل لمسألة الطلاق اللي زاد دي هيبقى سريعة لازم نراجع نفسنا نراجع نفسنا بسرعة لان احنا نيجي بعد كده ونسأل امام الله سبحانه وتعالى عما استرعانا وايه اللي احنا عملناه في نفسنا وفي اولادنا انه عارضة تكلمنا عن اولادنا وكلمنا ان اولادنا مش فرصة تانية بس لازم كمان نتكلم على ان اولادنا مش لعبة في ادينا اولادنا ليهم كرامة وليهم حقوق علينا واللي هيتلاعب بالجواز ويتهاون به ويستهين بالاولاد فيطلق الزوجة واولادها او يعتبر الاولاد عبارة عن كتاكيت بنحط لهم شوية حب او عصافير بنحط لهم شوية اكل ببقهم وعليهم انهم ما يخرسوا وما يرفعوش صوتهم بالوجع لما يحسوا ان البيت من غير اب او حتى من غير ام لا احنا كده بنكتب تاريخ للظالمين ده تاريخ من تاريخ الظلم ان احنا لازم ان توقف عنده يا سادة بتقول لا في نفسكم وفي اولادكم اولادكم اعز ما فينا واجمل ما فينا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تفعل يا اسامة اذا كانت لا اله الا الله تجادل عنه يوم القيامة انا بقول لكل زوج وزوجة بيتلعبوا بالاسرة تلعبوا بالاولاد ماذا تفعل اذا جاءت الطفولة تنازع وتخاصمك يوم القيامة يا رب سلمنا واهد الناس اللي بيظلموا نفسهم بيظلموا اولادهم الى سواء السبيل يا رب كل واحد عايز يغير من نفسه ويرد مظلمة الاولاد ويرد مظلمة الاسرة هنعملي لما الاسرة ربنا يجستها وتجي تجادل وتخاصم كل من اساء اليها وامتهنها دا زا كانت الراحم اللي هي جزء من الاسرة هتأتي تخاصم يوم القيامة فما بالكم بالاسرة كلها ربنا يسلمنا ويحفظ مجتمعنا ويحفظ بيوتنا من كل مكروه وسوء يا رب كريم نسألك يا رب ان تصرف كل الازع عن البيوت وان تنور القلوب حتى تعود الى حضرتك يا مولانا وتعود الى مددك وتكتفي ببيوتها ودفتح ايديها لتنالى للراك بمددك بالسكينة والمودة والرحمة يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين رزقنا الرشد في كل وقت وحي اشتركوا في القناة